جديد ده وجدت تحية طبعا بالأستاذ بريم المنيسي وضيفيه الكريمين الأستاذ السامي عفتاح والأستاذ محمود صبري وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متباقي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان النهاردة عشان نشوف الصورة بالشكل ده ومؤتمر طبعا تقديم المدير الفني للنادي الآلي خلف هذا العمل دارة التنفيذية للنادي الآلي وأمور جتير جدا طبعا احنا دايما بنضرب بالنادي الآلي هو المثل في كافة هذه الأمور عشان نتكلم بشكل مصطفيد في هذه الأمور يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الآلي واحد دايما بقول من رجال الآلي المخلصين دكتور سعد برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الآلي دايما صورة بتغني عن أي كلام المؤتمر تقديم المدير الفني للنادي الآلي أعتقد صورة باطليق بقيمة النادي الآلي خليني أشكر حضرتك وأشكر قناة النادي الآلي على وجودها معنا دايما وتغطيتها لكل فعاليات النادي الآلي اللي هي بتكمل الصورة وبتعكس الصورة الجماهير النادي الآلي وبتقدر توصل مجموعة من الحقائق اللي احنا بنبقى فخورين بيها نحن بنشتغل فيها داخل جدران النادي الآلي في الحقيقة فده شكر كبير لكم كمان بشكر أستاذ إبراهيم وضيوفه اللي موجودين على تغطيتهم لكل فعاليات هذا المؤتمر اللي في الحقيقة بتتبع جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام وجماهير النادي الآلي بشكل خاص ودي جماهير عريضة في كل أركان الكرة الأرضية احنا فخورين بيهم وفخورين بمتابعتهم لكل أحداث وفعاليات النادي الآلي النهاردة دكتور سعد مؤتمر تقديم المدير الفني وكان طبعا كان سبق بالأمس جولة ليه لزيارة النادي الآلي وتفقد كافة الأمور في النادي الآلي نهاردة وكلمنا طبعا عن كواليس زيارته بالأمس وقيادته لتلموران بالأمس يعني في الحقيقة كان فيه جولة بالأمس كان موجود فيها المدير الفني وجهازه الجديد استقبلهم كابتن محمود الخطيب في الحقيقة رئيس النادي وكان أيضا موجود الكابتن حسام غالي ومعاه لجنة التخطيط وفي الحقيقة قدروا يوصلوا للجهاز الفني الرؤية الاستراتيجية للنادي الأهلي اللي بيشتغل عليها ومكانت النادي الأهلي وكان واضح بالفعل أن المدير الفني يعني في الحقيقة كان قدر يستوعب من خلال رايته واتصالاته بميستر مانويل فكرة كبيرة عن النادي الأهلي ومكانت النادي الأهلي الكبيرة داخل القرار أفريقية ومكانته داخل العالم كله مكانت النادي الأهلي وترتيب وما بين أنديت العالم يمكن كان النهاردة هذا التقدير كان منعكس في فعاليات المؤتمر الصحفي في كلمة المدير الفني أثناء مخطبته للصحفيين وقد كان هو حريص على أنه يعكس هو قد في خلال الفترة القصيرة دي قدر يعرف حاجات كتير على النادي الأهلي اللي هو بتأكد أنه هو قائد هذه القارة وهو واحد من أكبر أنديت العالم وهو ده كمان ده شيء مطمئن لما بيبقى عنده الجهاز فني فاهم قدره وقيمة النادي اللي بيشتغل فيه ده أعتقد بتبقى واحدة من أهم نتقاط الانطلاق اللي إحنا بنبقى مطمئنين لها في الأمس أيضا هو شاف النادي الأهلي كله وشاف الكؤوس ودروع النادي الأهلي اللي دي كانت رسالة غير مباشرة بالبطولات اللي بيحققها النادي الأهلي والأهداف الاستراتيجية للنادي الأهلي وده أيضا برضو كان واضح من الجولة بتاعت أمس انعكاس ده النهاردة في وقاع المؤتمر الصحفي قال الفوز ثم الفوز ثم الفوز لكن علينا أن نحن وإحنا بنفوز أيضا علينا أن نسعد جماهير النادي الأهلي بكرة جميلة لأن النادي الأهلي يجب أن يجمع ما بين الفوز بالبطولات وأيضا الأداء الراقي لكرة القادر دكتور سعد الفترة الأخيرة كان مؤتمر الكابتن محمود الخطيب بالنهاردة مؤتمر تقديم مدير الفني يعني أنا لمست من بعض الصحفين بيتكلموا وبيثنوا على طبعا النادي الأهلي والنادي الأهلي دايما بيعرف يعرض أموره كويس أو النادي الأهلي بيعرف يقدم كل التفاصيل بصورة مهمة جدا أيضا مين يكون موجود على المنصة مين بيتكلم أعتقد فيه منظومة داخل النادي الأهلي في الحقيقة ده نظام نظام النادي الأهلي بيأسسه ونظام النادي الأهلي هو اللي بيبدعه والنادي الأهلي قائد ورائد فيه فالنادي الأهلي زي ما هو رائد وقائد جوه الملاعب كرة القدم وجوه ملاعب كل الرياضات المختلفة كرة اليد كرة الطائرة كرة السلة هو أيضا رائد وقائد ومبدع في النظام الإداري داخل جدران النادي الأهلي وخارج جدران النادي الأهلي تورسنا جيل عن جيل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا المؤتمر الصحفي بتاع الكابتن محمود الخطيب وحجم السناء والتقدير اللي أشدد بيه كل المنصات الإعلامية وأولهم منصتنا إحنا منصتنا اللي هي قناة النادي الأهلي إحنا فخورين أيضا بيها أن هي الرائد الأول في المعلومات الصدقة في الرؤى المنطقية العادلة يمكن في موضوعات كتيرة إحنا بنقدر نوصل لجماهيرنا من خلال منصتنا الإعلامية وفي مقدمتها طبعا قناة النادي الأهلي المنظومة الإعلامية لداخل النادي الأهلي في الحقيقة ممثلة في إدارة الإعلام والزمل اللي موجودين منظومة العلاقات العامة واستقبال الضيوف أيضا منظومة مدير المقرات وأيضا قدرتهم على التنظيم في أوقات قياسية وبدقة عالية يمكن حضرتك شايف الصورة طالعة إزاي للمنصة كما كانت أيضا في منصة الكابتن محمود الخطيب في الحقيقة يمكن النهاردة الكابتن محمود الخطيب لما قدر يعرض في المؤتمر الصحفي المؤقر في الحقيقة كان فيه حجم كبير أيضا من السناء على دقة الكلمات ورقي الحديث النادي الأهلي لا ينجرف وراء أي انطباعات سلبية إنما الأهلي دائما هو يقدم النموذج والقدوة ودي مسئولية في الحقيقة تاريخية بالنسبة لنا إحنا كنادي أهلي فالنهاردة في الحقيقة زميلي كلهم سواء كانت إدارة الأمن إدارة التعقدات والتسويق الزميل الفاضل الأمير توفيق إدارة الإعلام الأستاذ جمال جبر إدارة الإعلاقات العامة ريم أيضا إدارة المشتريات الإدارة المالية لأن كل التجهزات دي وراها فرق عمل كاملة في الحقيقة بتشتغل بإخلاصة دي شديد وعندها مجموعة من الإرث وده واحد من قيم النادي الأهل التجارية أن النادي الأهلي يمتلك إرث قوي يستطيع أن يخلق علامة تجارية لها معنى داخل الأسواق وده تنعكس يمكن البعض بيتعجب بقول النادي الأهلي ما غير النادي الأهلي بيكسب بطولات بس الإرث اللي عند النادي الأهلي غيره عشان كده ده بيمس القيمة مضافة العاملين في النادي الأهلي وده يمكن دائما حرص الكابتن محمود ومجلس إدارته المؤقر في الحقيقة تطوير الخدرات الإدارية في النادي الأهلي. ده تطوير عملية تطوير مستمر. ويمكن آخر عملية تطوير. يمكن إحنا مش بس داخل جدران النادي الأهلي وخارج جدران النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي النهاردة أيضا بنشوفها. يمكن إحنا حضرنا فعاليات الافتتاح والسوب الجديد بتاع قناة النادي الأهلي. تطوير مجموعة من البرامج. فإحنا عندنا تطوير أيضا مقرات النادي الأهلي. تطوير النادي الأهلي. كل دي مجموعة من الخدمات. إحنا كان نبرح عندنا ست إيفنتات داخل النادي الأهلي في نشاطات اجتماعية. لجنة المرأة شغالة. أيضا في الشيخ زايد الأطفل شغالة. أيضا عندنا قياسات طبية موجودة للأعضاء. خدمات متنوعة. هو ده النادي الأهلي. عايزة أختم حدك بنوطة مهمة جدا. بروح المشجع وليس الدكتور سعد شلب المدير التنفيذ النادي الأهلي. عايز تقول ليه للمدير الفني وتوصله رسالة. في الحقيقة احنا أكيد هو يعني الرسالة وصلت. بس بأكد له تاني. أنه هو يعني زي ما هو قال في المؤتمر الصحفي أن جمهور النادي الأهلي جمهور عريض وجمهور كبير. ولا يعرف إلا الفوز بالبطولات. ودايما جمهور النادي الأهلي داعم ومساند لجهاز الفني بتاعه. يعرف إمتى يشجع. يعرف إمتى يساند ويدعم. يعرف إمتى يوقف أي حملات شرسة يتعرض لها النادي الأهلي. ويكون مساند فقط لمجلس إدارته وجهازه الفني. ولعبته أيضا على كل العصور. أحد العوامل الرئيسية لنجاحات الأهلي التاريخية. هو جمهور النادي الأهلي. فلابد أننا كلنا نشتغل عشان نسعد جماهير وعضاء النادي الأهلي. شكرا. دكتور سعد وبالتوفي بإذن الله. شكرا جزيلا فن. أستاذ إبراهيم إرسل نادي الأهلي غير. زي ما قال الدكتور سعد شالبي. إرسل نادي الأهلي غير. ودي مسئولية تاريخية ابنة ورث أجيال بعد أجيال. كلام في غاية الأهمية من الدكتور سعد شالبي. المدير التنفيذي للنادي الأهلي. تقدم كلام أفاض واصطفات في كثير من الأمور. نتمنى كل التوفيق لريكاردو سوارش. المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. وجهازه المعاون. من جديد تعود الكلمة للأستاذ إبراهيم المنسي. وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا فارو. شكرا جزيلا للدكتور سعد شالبي.